فكلمنا عن الزيجة الأولى وهي هتدينا فكرة عشان هي تدي عايزة تدي نصيحة للست لأن تجربة الزواج الثاني بنسبة لمدام فريدة كانت تجربة جميلة لكنها انتهت بشكل مرير باختصار فإيه اللي مأثر فيك بقى؟ اللي مأثر فيها أنه هي ما أنجبتش من الزيجة الثانية بالرغم من محاولات كتيرة جداً كتيرة جداً إنه ما كان ربنا مش رايد فأنا عايزة أقول يعني أنت إذا ما كنتش رافضة الخلفة لا لا عايزة أقول لكل واحدة إنه الخلفة ده رزق الخلفة معي بتختلف عن الخلفة معاك يعني الخلفة مع حد تاني في واحد رزقه في عياله عشر عيال في واحد رزقه عائل واحد فيه مفيش فده مطروك لله فاللي تتأخر أو أو ما تزعليش صحيح ده قدرك يهب اللي ملاشاء سبحانه وتعالى طب صحيح فأنا عايزة أقولي إن أنا حاولت لغيت آخر مرة بقى فيه الدكتور قال لي أنت بتعنجف مين قلت له أنا ما عنيتش حد أنا عايزة أجيب بيب قال لي وربنا مش رايد هتعملي إيه؟ وقفت لخدت دور حماس خلاص ولا عملت أي حاجة يعني بس يا زيجة امتدت أكتر من خمسة وتلاتين سنة تمانية وتلاتين سنة تمانية وتلاتين سنة يعني شوف فيها فيها معايا فيها مرارة فأرجو إن إحنا ما نت مش عايزين المرارة خالص لكن عايزة أقولي لكل وحدة ما أنا عايزة أقولك هو ده اللي أنت حتقولي لوحدك كل بنت اختاري الأصل الأصل ليه كبير يتردله أما إذا كان هو كبير فلازم يتصرف كأنه كبير مش لازم يبقى الإنسان كده صوته من دماغه بس ما هو ده كمان عايزة أقولك أنه تجربة أنت تمانية وتلاتين سنة زواج وبعدين ما فيش زواج يعني إذا ما فيش أمان هو كده ما فيش الجواز ده إيه لما تمسك مواد ده ورحمه وأمان أمان أنت في السهين دي كلها كان فيه أمان أه وما لإيه اللي حصل يعني خلى الحاجات قصما بيكتب الله معرف ما تعرفش يعني لو حنقول على المستوى النصيب واقف تمام ده درجة الإيمان هقول على الشعوزة ممكن حد عمل حاجة ممكن هقول على أنه تصرف أهوج ما يطلعش من سن كبير إحنا مش متجوزين أطفال أو عيال طب قولي أنا سيدة متجوزة يعني مراتي مثلا إحنا متجوزين بقى أنا خمسة أو ثلاثين سنة تبقى لسه مش حسة بالأمان ولا في عوامل أخرى كانت قدام حضرتك وإنتي ما خدتيش بالك عشان دي مسألة محبطة جدا لأي ست في سن كبير بص يا محمود يعني حصلت حاجات رفيعة جدا أنا كنت بعديها مش واخدة مش مديها البعد الصح بتاعها تمام تمام كده عشان كده لأنه كده معنا تخض أو أي ست تتخض أنت مكنتش ممتبئة لحاجات أيوة في حاجات بتحصل قدامك وبتشوفيها لكن أنت مش مديالها مش مصدقة مش مصدقة نفسي لما حصل اللي حصل أدركتي مش أدركت أنا عارف زي حد خبطني من على دماغي وقعدت فوق كأنفوزت ناس تاني بس يعني أنت يعني فريد الزمر اللي احنا عارفينها بتاستطيع أن تعبر أي شيء صعب بص بقى بالإيمان بأنك أنت تترمي في حضن ربنا يعني قبل كده أنا كان عندي مشاكل كتيرة تكن مراتي بجروف صحية صعبة الفترة اللي فاتت ومرأة يعني لما واحد مراته تاعية يعمل إيه يعمل إيه يقب جنبها ويساعتها بيزل معها الجلسات بديهيات مش عايزك تتقصرش ولا عايزين نخش في السكة دي لا مش عايزين نخش في السكة دي أنا الحمد لله بص إنت عندك هنبي ومريم بالدنيا كنت فهل في سؤال بقى راديا أنت كنت بتكافح عشان تنجيبي إنجاب ثاني من الزوج الثاني رأيك لو كان الإنجاب ده حصل كان الوضع بقى أحسن ولا ما كانش أحسن سؤال صعب صعب لكنه لما ربنا بيريد حاجة اعرف إنها لمصلحتك آه تمام اعرف إنها لمصلحتك حتى ولو تبدو ليك إنها مش في مصلحتك لكن هي في الآخر لمصلحتك آه تمام تمام يعني لازم الإنسان في تجربته يبص لي الحاجة اللي حتعود عليه اللي عيد عليه ما هو بيبقى الشايف يا مدام فريدة مبيبقى الشايف ما هو زي ما أنت ما كنتش شايفة وانا ما كنتش شايفة الاخطاء اللي وصلت لي كده ما كنتش مصدقة ما كنتش مستوعبة ما كنتش خلاص ما يعني ما تقوليش ليه ما كنتش شايفة حوالي كنت متغمية وبعدين فجأة نزعت الغطى من على عاني وكنت بعمل حاجات الناس تقولي ازاي بتعملي كده ده يعني ليه يعني بتعملينه ده كله ليه كنت بتعملي ايه كنت بتعملي ايه يا مادم فريد يا فتاة احلامي عملت ايه خلاص خلاص اوكي الصفحة انتهت اوكي بتقلبت دلوقتي فيها اكتر اغنية كنت بتحبيها لعبد الحليم حافظة يا له واذا انا كنت بموت في كل حاجة آه ايه انا شخصيا دلوقتي عندى هنت عين ومريم العين ربنا يخليهم لك يا رب يخليهم بالقلب بينبط بحبهم هم فانا مش شايفة لهم هم الجوزة اصله صعب جدا هم كل ما تطلعوا السماء السابعة هم وكل ما تجيبو الارض اشتركوا في القناة